وجه وزير الثقافة أحمد فؤاد هنه بتطوير برامج القطاعات والهيئات التابعة للوزارة من خلال فعالياته وأنشطة قابلة للتنفيذ بما يخدم الخطط الهدفة إلى بناء الإنسان ورفع الوعي وخلال اجتماع عقده مع عدد من رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة وجه الوزير باستحداث هوية بصرية موحدة لقطاعات الوزارة وسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة قيد الإنشاء والتي تم إنجاز أكثر من 70% من مراحلها ومنها مستشفى أكاديمية الفنون ومصرح مصر بشارع عماد الدين بمحافظة القاهرة ووحة الثقافة في 6 أكتوبر وعدد من قصور الثقافة بالمحافظات